طيب نقرأ عنوينك عنوين الأستاذ الكبير أستاذ أحمد جلل السر الحقيقي وراء فشل صفقة البرزيل مارسينيو مع النادي الأهلي السر الحقيقي هو المغالاة المالية الناس طالب 3 مليون الأهلي عرضه وقف عند 2.2 مليون وبرضو أنا مندهش للناس اللي قالت أصل كولر قال القيمة السوقية بتاعته 1.5 مليون دولار هو كولر عايز الراجل ما قالش القيمة السوقية بتاعته إيه كولر لما تيجي تقول لي أصله هو الراجل كان عنده 6 شهور بلأ ما بيلعبش وبعد كده انتقل لكوازاكي وده مؤشر جيد ده مش اكتشاف علمي أستاذ كريم يعني انت مش ميصحدش منهم لقيت الراجل ده كان مبطل ورجع مع الكوازاكي طب انت كنت طالبه ليه فده كلام لمجرد ان انت ايه ما تحسش الناس ان انت خسرت الصفقة او ان انت أجلت الصفقة أنا مش شاف ان فيه فشل عشان بقدر الناس بتقولك ايه الاهلي فشل في القصة دي ده مش فشل هو فيه تفاوض ما تمش وقد يتم في يناير لانهما عندهم متشاد زي ما قلت حضرتك وبالتالي المتشاد دي لما تخلص ممكن جدا يوصلوا للمنطقة وسط لكن فكرة ان انت تجيب لعيب ب3 مليون دولار في الدولة المصري اعتقد صعباوي ولا حتى تنص ممكن سألك سؤالة على هامش كده مالوش علاقة باللعين دي فكرة ان الصفقة دي كانت متدولة في الاعلام بقى لها تقريبا اكتر من اسبوعين والارقام اللي في الصفقة والتفاصيل اللي في الصفقة هل ده معتد في النادي الاهلي انا اتكلمك على السادة الاعلاميين والصحفين كلهم طبعا فيه شطارة ناس بس كل الناس هو السؤال هنا انت بتتكلم مع طرف مصمط ولا طرف برضو بيتكلم انت بتتكلم مع نادي في اليابان هناك الدنيا غيرنا عشان كده اي حد يقولك اصل الصفقة دي تظل في اطار السرية ممكن ده كلام ده تعمل بين الاهلي الزمالك الإسماعيلي المصري انبي انما بره لا حتى الصفقات اللي احنا تنتكلم عليها وحنا ما كناش عارفين عمر السيسي ده هيجي الزمالك من شار مصطفى شاربي صح كلام عليه اهل والزمالك من اسبوعين ثلاثة صحية يعني الموضوع مش مش بكرة السرية بس عادي شايف انه عادي ده المعلومات بقى المعلومات بقى اخر نهاردة مثلا صلاح محسن راح السرمية كلوباترة الكلام بيتقل بقى لقد ايه فترة من بداية الانتقالات صحية اذا حسب انت حسب النهاردة ليه تواصل الاتفاق هل بقى ليه علاقة تسريب الكلام كما كل الصفقات اللي في السوق اتحدى اذا كان فيه صفقة كانت مفاجأة محدش كان عارفة لا كل اللي اسكت عارفة صحية مفيش حاجة خفية على حد صحية طيب صلاح محسن راحل مضطرا لسرمية كلوباترة لا صلاح محسن كان مقتنعا بعد تدخل الكابتن احمد سامي بالاسم كابتن احمد سامي والكابتن سامي قمصان اللي هم دور كبير جدا في اقناعه بانه يعيد يعرف اعادة ضبط مصنع ايوه هو ده اللي بيتعامل ديواتي اعادة ضبط فكر الضبط كبير وده اللي هيركز عليه كابتن احمد سامي الفتر اللي جاي ومش عايز اخفر ان فيه لعيبة كان لها دور يعني كناريا وبكهم تحديدا لان هم كانوا في سموحة وصلاح محسن راح معهم فترة فاقنعوه بشكل كبير فلما تلاقي اثنين مرهبين من اللعيبة وتلاقي اثنين مدربين سامي قمصان اللي بيمرنك في الاهل واحمد سامي الرجل اللي هو كان ليه يدور معك في سموحة وليه يدور في تطوير اكتر من اللاعب واعادوا للأضواء مرة اخرى مصفاتحي كان بعيدا تماما ظهر احمد عبد القادر ما حدش كان يعرفه صح ظهر فاذن الراجل ده عنده قدرات على توظيف مانا قلت مصفاتحي اقول حيب اه طبعا يعني مصفاتحي واحمد عبد القادر صح فالرجل ده عنده الملكة دي فده شجع صلاح محسن انه هو يروح والعقد اعارة بنية البيع ايه وده اللي خلى صلاح محسن يعني كمان عنده تحدي كبير اوي انه يرجع منتخب مصر لا معناش ده لعب لعب لبيع لا لا في حتى وقعت مني دلوقتي فاضل اعارة بنية البيع اعارة بنية البيع مش اعارة بس لا اعارة بنية البيع اه يعني لو سلميكا قرر يشتري اللعب هيا اشتريه بالظبط وفقا لبلود معينة رقم كبير او رقم قليل يعني رقم مش 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 قليل يعني يقترب من رقم اللي كان متحدد لمحمد صبحي من فاركو للزماج 20 مليون تقع اللي دي لم يحدد يعني 20 مليون تقع يعني اقل قليلا اقل قليلا وبياخد اقل من اللي بياخده في الاهل ده أمر مؤكد لم ينظر في العقد مش هو لك وقع على بها ده كلام ده كله لم ينظر في العقد وتم الاتفاق وهو أعيز زلعد عشان كده وقع مباشرة وقال أنا أعيز ألعد في نادي جماهيري قال أنا هو اختار نادي الاتحاد لغم أنه كان عنده عروض أخرى لكن قال أنا أعيز ألعد في نادي جماهيري طيب مستقبل كهربا مع النادي الأهلي كهربا بس تنتهي العقوبة بتاعته ويتم تجد والد الفلوس أو تزيد الفلوس إذا كان يعني هتسد الفلوس بشكل ما أو بآخر والراجل مش ما عنده مشكلة مع كهربا وشاف إنه هو كويس وتنتهي العقوبة أنا أعتقد إن الكهربا برضو مع مرسيل كولر هيبقى شكل تاني هيبقى أحسن طبعا هيرجع تاني الكهربا بتاع زمن قوي يعني يعني أنا عايز أقولك إن أنت وإنت تفرج أنا ماتش اتحاد المنستيري كنت تشعر إن العيبة النادي الأهلي الراجل أشبه بيوسف شهيد اللي لما تفرج على فيلم تعرف إن ليلة علوي وإعزة العليلي ومحمد مونير بيمثلوا فيلم بيخرجوا يوسف شهيد فين؟ هو نفس القصة كده منظم لأقصى درجة منظم لأقصى درجة الجرينتا الروح الشخصية صح إنت بتلعب بره ملعبك مع نادي رقم اتنين في تونس وبتلعب في وجود عشرة تلاف متفرج صح أو مبراري حتى آخر دقيقة بيتهاجم تغييراتك كلها هجومية ما فكرتش مثلا تلعب برعب الاتكاس تالت تالت بالظر ما فكرتش إن أنت تمتص الحماس من أول لا دا أنت من أول دقيقة أنت بتأخر دقيقة بزيش معاك 65% في المباراة غير إن أنت هات لتهديد حقيقي ولا واحد على محمد الشناوي ولا واحد دا يؤكد لك هل دا معنا كده من التحدي المنسطري فرقة وحشة لا كل الناس كنت بتقول كرويا فرقة صعبة فرقة رخمة كرويا صح لكن في النهاية الأهلي قدر يحسنوا الموقف صح صفقة فشلت في آخر اللحظة يا تراميل محمد عادل أمه دي مش فشلت دا اللعب قرر يعتذل الكورة يا خبر بيض يعني جناحك المقصة لما يدخل المفاوضات مع نادي المصري والمقصة يقوله تفضل ويوصل لمرحلة معينة ثم يتراجع المصري فجأة ثم يظهر نادي الإسماعيلي ويتم التفاوض والمقصة يوافق ثم يتراجع الإسماعيلي فجأة فحصل نوع من الاكتئاب الحد لمحمد عادل أمه أتمنى أنه هو يكون القرار انفعال زي أحمد يحيى لما اعتزل كده ورجع قرار الاعتزال قرار الاعتزال دا عمل بيان على صفحته بس فأنا أتمنى أنه هو ما يكونش يعني حزين حتى نادي المقصة نفسه يعني متعاطف معه لكن أنا صراحة متعاطف مع رينه وأتمنى أنه هو يتراجع على هذا القرار إن شاء الله يبقى الحظ مع السنة اللي جاي بإذنه ويبقى في مكان أفضل وأحسن أغلى صفقة في انتقالات السيف أحمد سيد زيزو وعبدالله السعيد إزاي بقى أنت بتعامل مع عبدالله أحمد سيد زيزو أنه هو صفقة غلي أنه هو راجل بياخد تلاتين خمسة وتلاتين أربعين فده صفقة غلي عبدالله السعيد تم تمديد عقده وأنا قلت لحضرتك هنا والناس كلها فاكرة إن أنا قلت عبدالله السعيد كان عقده متساوي مع رمضان صبحي فلما جاي رمضان فخدوا فلوس من الموسم اللي قابليه عشان يضيفوه عشان يبقوا زي بعض فعبدالله السعيد كان ينور رحيل لكن في النهاية نادي بيرمز تمسك به وقالوا له هنجدد لك عقدك أو مجدد لك عقدك سنة عقدك سنة وعند كده يعني حصلت مفضوط طويلة على فكرة وخارت وقت طويل وفي النهاية تتصرع على عبدالله السعيد بالزبط مع أن واحد منهم مصر موقوف القيد فارقه ما عرفش الناس ويش رميكله بطر لا لم يحفظ لا البولة كان من الأسماء من ذلك والمصري المصري الزمالك البنك الأهلي وفارقه بخلاف فارقه وفي النهاية كان فيه برومو وأثناء هذه التسريبة بيتعمل لعبدالله السعيد اللي هو الستاسمينس اللي احنا شفناها الحكاية لسه منتهتش وفي الآخر وقع عبدالله السعيد عقد جديد بنفس القيمة 33 مليون جلي عظيم السؤال المرتبط بهذا الأمر هل عقد برونو سوفيو مع النادي الأهلي مش أعلى من زيزو وعبدالله السعيد لا مليون و 200 ألف دولار نحسبها مع بعض هتلاقي المليون 20 مليون جلي 200 في 20 بكم 24 25 مليون جلي أقل من عبدالله السعيد وأقل من زيزو من زيزو ولعب برازيل ولعب برازيل بس مهم يطلع برازيلي بجد عما نشوف يعني أنا بحبش التخيمات السريعة لكن هو يعني مبشر حي ظهر في الماتش إنه هو لعيب مبشر وعنده كورة 100% ودائما نقول مش لازم ليجوننا مصري بقونيمار بس مهم في بلعيم كويس جليده مش هكمل في الإسماعيلي إيه الحكاية يعني أولا طبعا هم مرشوا أي علاقة بالصفقات لكنه ما منازل أرض الملعب أنت بتاخد عمعك برندات فمثلة البرندات دي مش هي الأحسن حاجة أسمع بس فراجل بدأ بدأ يقلق نقص لستبعيد صالح جوم على لستبعيد آآ إمكن أحد محسن في الفورمة موجود حمد حسن موجود لكن بس المرسي لستبعيد فالراجل مش حاسس إنه هو يعني مع فرقة عظيمة فبالتالي الموضوع بالنسباله حاسس بالقلق رغم إن إسماعيلي عمل 12 صفقة لكن مثلا آخر صفقة كان عليها علامات استفهام في النادي الإسماعيلي وبعض الناس قالت إن يعني يعني الكومي بيجلب صفقاتها علشان من خلالها ليه علاقات مع بعض الصفقات إنها تصرف عن النادي الإسماعيلي هذا الكلام يتردد بقوة في النادي الإسماعيلي أنا قلت لحضرك هنا إن السلسيحة الكومي أو المنسيحة الكومي كان يعني معنده كريد أو قط أخضر أو ضوء أخضر من مجلس الإدارة بيع أربع لعيبة بالفعل الرجل طلع من يومين وقال إن أنا جاهز بيع عبداء باهر المحمدي واللي معاه الشرط الجزائي يتفضل ياخده لدرجة إن باهر كتب بيان من ست نقاط بالزبط وده يعكس لك قد ده ضغط يعني 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 من ست نقاط ده معناه إنه هو وصل لمرحلة صحبة جدا واحد بيقولك أنا مديون ب2 مليون و800 ألف جنيه صحيح وبيعت عربيتي عشان أتجوز صحيح وليه يعني مش عايزيني ديلي فلوسي فمضوع صحب في النهاية لابهر بباع والعب رحمان مجد باع والتنين مجدين في الإسماعيل